السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصحيحين عند البخاري ومسلم الرسول الله عليه وسلم قدم لنا بشرى تحفه هدية والله إن أعظم من الدنيا وما فيها وإن يوصيكم بها قض بها نهارك اذهب بها همومك وغمومك وحزانك صح بها صدرك والله علاج وإنها دواء للسحر والحسد والغم والهم والكرب أعظم علاج ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين قال رسول الله عليه وسلم اسمع الكلام اسمع الترغيب الآن في أسلوب شائق أسلوب عظيم يحب بلك الطعام قال صلى الله عليه وسلم والصحابة اسمعون اسمع البلغة يا أخي ألف في هذا الحديث كتاب ألفه بن ناصر الدمشقي وحققه الشيخ محمد بن ناصر عجمي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ميزان الله ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قض بها نهارك فيها صعوبة سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم هذا تسبح الملائكة يسبحون الليلة والنهار لا يفترون ولا يسأمون يقول أبو ذر يا رسول الله ما حب الكلام إلى الله قال حب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده هؤلذي اصطفاه لملائكته ويزد عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهمتم لو قضيت عمرك كله بس تعلم الناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقولون ابشر بالفردوس العالم